بص معايا كده دي ايه دي خمسين دولار الخمسين دولار دي هتقدر تحققها في يوم واحد بس من الشرح اللي انا هدهولك النهاردة واكتر من خمسين دولار دي كمان بكتير بس خمسين دولار دي ممكن تكون اقل حاجة ممكن تحققها من التطبيق اللي هدهولك النهاردة او من الشرح اللي انا هدهولك النهاردة تابع معي اهلا بكم معكم عبدالله سايد درس جديد من دروس الربح من الانترنت قبل ما نخش في الشرح بتاعنا فانت اكيد سمعت المقدمة بتاعة الفيديو لانها كانت سمعت السوانية تقريبا فاكيد سمعتها هتقدر تكسب خمسين دولار من تطبيق بسيط جدا وطريقة سهلة جدا هتبدأ انك تتبعها وهتطبقها زي ما هوريها لك في فيديو النهاردة وهتقدر تكسب بيها يوميا اكتر من خمسين دولار بكتير طيب ايه عم الطريقة اللي هتكسبك خمسين دولار في يوم دي الموضوع سهل جدا الموضوع هو انك بتنزل تطبيق بتفعل خطة والخطة بتجيب لك ارباح بس كده وانت نايم بتبقى نايم بقى بتعملش اي حاجة والارباح عملا تنزل في حسابك البنكي او في محفظتك الفيديو ده انا اجلته كتير لحد ما ننزل شوية حاجات المبتدئين والنزل شوية مشاريع كبيرة وجيم اعاد الفيديو ده هو فيديو استثمار للناس اللي عايزة حاجة استثمار سريعة او الناس اللي عندهم عشر اعشرين دولار عايزين يشغلوها ومش عارفين يشغلوها في ايه بس قبل ما نخش في الشرح العملي ووريك التطبيق ووريك الفكرة الفيديو عاملة ازاي عايزك تنزل تحت دلوقتي في الكومنتات وتقول لي دولتك وسنك والجهاز اللي انت بتصادمه عشان عارف نجيب لك حاجات تناسبك في الفيديوهات اللي جاية ونراضي كل الناس اللي معنا في القناة وانت طالع كده متنساش تشيرك في القناة وتحط لايك على الفيديو اه وكمان في لعبة بسيطة كده عايزة لعبها لك قبل ما نخش في الشرح في صورة هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشة عايزك تقول لي الصورة دي متصورة بكاميرا ولا التليفون ده تحدي عن نص الناس بس وما اللي هيعرفوا يقولوا الاجابة الصحيحة طيب وكفية كلامنا حد كده خلينا نخش على طول في الشرح العملي ونشوف التطبيق بتاعنا والموقع اللي احنا نشتغل عليه وطريقة العمل بتاعته يلا بينا اهلا بكم متى شعب زي ما شايفين ده كده دي قناتكم دكتور ارنينجز لو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد نزله على القناة طيب الموقع بتاعنا النهاردة هو موقع استثمار او تطبيق استثمار هتبدأ انك تشتغل عليه بكل بساطة وتطبيق للمبتدئين فحد يعني حاجة بسيطة جدا 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 ولا فيه اي تعقدات ولا فيه اي صعوبات ولا اي حاجة التطبيق بتاعنا اسمه الموقع ده بتاعه ولكن احنا بنشتغل على تطبيق لازم تنزل التطبيق بتاعك والحاجة الحلوة كمان ان هو التطبيق بتاعه على جوجل بلاي وعلى بلاي ستور وعلى كل حاجة يعني التطبيق بتاعه امن مية في المية لو جيت نزلت هنا هتلاقي هنا بيقول لك الموقع انك بتشتغل بشكل امن مية في المية والتطبيق موسق في جميع الجهات وكل حاجة تمامه وبشتغل بزكاء الاصطناعي في التداول فبالتالي انت لما تستثمر معاه هو بيتداول بالارباح بالفلوس بتاعتك دي وبيجيب لك عليها ارباح وانت بتكسب الارباح بت طبعا هو بياخد منك نسبة محترمة. طيب لو جيت نزلت تحت هنا شوية هتلاقي حقا كتيرة بالنسبة للتطبيق هنا بيقول لك اللي فيه او الخطط اللي انت ممكن تشتغل عليها. عندك زي ما نشايف قدامك كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خطط ممكن تشتغل عليهم. الخطة الاولى بواحد يوم فقط. وبتديك اربعة وعشرين في المية في خلال الشهر. زي ما نشايف قدامك كده. خلينا ننزل. الخطة الاولى واحد يوم. وبتديك اربعة وعشرين في المية في خلال الشهر ولكن اه لو حسبتها باليوم هتلاقيها بتاخد زيرو بوينت تمانية في المية في اليوم. طيب الخطة اللي بعدها خمستاشر يوم بتديك ستة وتلاتين في المية شهريا واحد بوينت اتنين في المية يوميا. الخطة اللي بعدها تلاتين يوم وبتديك تمانية واربعين في المية شهريا واحد بوينت ستة يوميا. الخطة اللي بعدها خمسة واربعين يوم وبتديك ستين في المية شهريا واتنين في المية يوميا. الاخيرة اللي هي ستين يوم بديك اتنين وسبعين في المية شهريا واتنين ونص او تربعة في المية يوميا. الخطط بتاعته كويسة جدا والارباح بتاعته محترمة ومش خيالية زي مواقع كتيرة شفناها زي ما نشاف قدامك كده هتلاقي حاجات محترمة جدا هنا بيقولك الارباح اللي هو جمحها في خلال الخطط بتاعته وهتلاقي اراء الناس في البرنامج وهتلاقي بيشتغل ازاي هتلاقي الموقع بيشرح لك كل حاجة عن الموقع وكل حاجة عن الشركة طيب حاجة مهمة كمان هو ان التطبيق بتاعنا زي ما قلت لكم هتلاقي على جوجل بلاي ممكن تنزله اي بي كي هتلاقي على بلاي ستور على ايو اس وهتلاقي كمان حاجة اسمها والوايد بيبر دي هي الاوراق بتاعت الموقع عشان تعرف ان الموقع موثق وكل حاجة فهتلاقي هنا دي الاوراق بتاعت الموقع والتوسيقات وكل حاجة هتلاقيها هنا ممكن تخش على خانة دي وتشوف بنفسك وقبل ما تحط اي فلوس لانك هتحط اي اداع فيكون على مسئوليتك واي استثمار على مسئوليتك الشخصية انا بس بوريك اللي انا بعمله ايه بوريك تجربتي اه ولكن انت ممكن تخش وتتأكد بنفسك من كل الكلام اللي انا بقوله عن طريق كل الحاجات للموقع حاططها لك دي كمان لو رحت على جوجل بلاي وكتبت بيت بانك هتلاقي الموقع ظهر لك او التطبيق ظهر لك بالمنظر اللي قدامك ده زي ما ان شايف قدامك هتضغط على انستول هيبدأ ان هو ينزل على الجهاز بتاعك لو جيت لاحظت هتلاقي من نازل عليه اكتر من خمسين الف واحد من نزل التطبيق يعني التطبيق كبير جدا وشركة كبيرة جدا مش اي موقع صغير هيفتح يومين ويقفل طيب كده كون شرحت لك كل حاجة عن الشركة بشكل عام خلينا بقى نخش جوه التطبيق نفسه ونشوف الارباح اللي جوه التطبيق نفسه وازاي ممكن نسجل فيه وازاي ممكن نشتغل عليه بالشكل العملي او بالطريقة العملية طيب يا شباب اول ما بتنزل التطبيق وتفتحه معاك هيفتح معاك بالمنظر اللي قدامك ده هتلاقي هنا خانة تسجيل بتحط رقم تليفونك والباسورد وتعيد الباسورد مرة تانية وتاخد وتدوس على بعد كده بتبدأ تفتح حساب بشكل عادي جدا جدا اول حاجة بتختار الدولة بتاعتك من هنا علشان تحط رقم التليفون بتاعك اول ما تشوف الدولة بتاعتك هتبدأ تختارها بعد كده هتبدأ تحط رقم تليفونك وبعد كده تدوس على تحت على كود آآ اللي هي الكلمة الزرقة دي بعد ما تحط الباسورد بتاعك طبعا الاول هتحط الباسورد بتاعك آآ المرة الاولى بعد كده المرة التانية الباسورد لازم يكون في حروف وارقام مش حروف بس او ارقام بس هتحط الباسورد مرتين بعد كده هتنزل تحت وتقول له كود اضغط على كلمة هيبدأ ان هو يبعث لك رسالة على رقم التليفون اللي انت حطيته فوق هتبدأ انك تحط الكود اللي هيزهر لك او الكود اللي في الرسالة بعد كده بتضغط تحت على آآ في حالة انك هتسجل برقم التليفون بتاعك طيب في طريقة تانية لو ضغط تحت هنا آآ التسجيل بالايميل هتلاقي فتح لك خانة تانية هنا هتحط الايميل بتاعك الايميل طبيعي جدا بعد كده هتحط الباسورد بتاعك بعد ما تحط الايميل بتاعك كامل هتحط الباسور بتاعك المرة الاولى بعد كده المرة التانية زي نفس العملية بالزبط آآ بس في لما تضغط على هيبدأ ان هو يبعث لك الرسالة على الايميل بتاعك مش على رقم التليفون هتبدأ انك تضغط دلوقتي على كود هيبعث لك ايميل هتبدأ ترجع للايميل بتاعك وتحط الكود اللي هيزهر لك بالمنظر ده بعد كده هيبدأ ان هو يفتح معك حسابك بالمنظر ده بعد ما تفتح الحساب وكل حاجة هتبقى تمام. طيب دي واجهة الموقع زي ما انت شايف قدامك كده. اول حاجة تحتاج تعملها هو انك تغير اللغة زي ما انت شايف قدامك تضغط في المكان اللي فوق ده علشان تغير اللغة وتخلي اللغة بتاعتك اللغة العربية لو انت عايز تشتغل باللغة العربية. ولكن انا هشتغل باللغة الانجليزية احسن. آآ وهنبدأ في الشرح بتاعنا. دلوقتي عشان نبدأ نشتغل على الموقع عايزين نعمل دي بوزيت. انا لو اتغلط على المحفظة بتاعتي هتلاقي ان انا عامل دي بوزيت بمية دولار زي ما انت شايف قدامك كده. ولكن انت هتحتاج انك تعمل دي بوزيت فهتضغط على هنا هيبدأ ان هو يديك محفظة علشان تعمل عليها بعد ما تختار العملة اللي انت هتحولها. فاحنا طبعا هنشتغل بالتيار اكس او وانا هنصحك باليو از دي تي عشرين. هتاخد رقم المحفظة ده كوبي وتبدأ انك تحول على او اي محفظة عملات رقمية هتبدأ انك تحول مبلغ عليها. اول ما تبدأ تحول المبلغ هتلاقي المبلغ ظهر معاك في خانة المحفظة بتاعتك دي زي ما تشايف قدامك انا حاطت ميت دولار بالمنزر اللي قدامك ده. طيب وبعد كده لما تحب تسحب هتضغط على كلمة اللي جانب كلمة هيقول لك انا احطي اللي المبلغ اللي انت عايز تسحبه. انا هقول له عايز اسحب الميت دولار. طبعا انت هتحط المبلغ اللي انت عايز اسحبه ايا كان المبلغ. فهتبدأ تحط المبلغ براحتك جدا ولكن هتختار هنا تي ارسي عشرين زي ما تشايف قدامك فيش غيرها. بعد كده تحط هنا الادرس بتاعك او الكود بتاعك. ده الباسورد اللي انت بتحطه بعد ما تفتح حساب بتبدأ تخش على بتاعك وتحط دي عشان يمنع اي حد ياخد الحساب بتاعك ان هو يسحب الارباح. ده ما بيبقاش في حد عارفه غيرك انت بس. وبعد كده تضغط على تحويل بيوصل لك في خلال دقيق من انك تطلب الطلب على طول في خلال دقيق بتلاقي التحويل وصل لك على طول. طيب عشان نشتغل على الموقع بعد ما تعمل اداع هتلاقي هنا دي الخطط اللي قدامك زي ما تشايف قدامك كده عندك خطة الاولى واحد يوم الخطة التانية خمستاشر يوم الخطة التالتة تلاتين يوم خمسة واربعين يوم ستين يوم كله دي خطط قدامك تقدر انك تشتغل فيها ولخطة الاولى الاقل مبلغ فيها عشر دولار التانية مية دولار التالتة خمسمائة دولار الربعة الف دولار والاخيرة اللي هي ستين يوم تلات تلاف دولار وبدتديك ربح اتنين وسبعين في المعين. طيب انا هبدأ اختار الخطة الاولى اللي هي واحد يوم علشان اشتغل عليها واعمل الاضاع فيها. هنا زي ما شايف قدامك بيقول لك المبلغ المتاح بالنسبة لك مية دولار هتحط هنا المبلغ اللي انت عايز تستثمره في الخطة فانا هحط له المبلغ بتاعي بعد كده هحط له الترانزكشن باسورد اللي قلت لك عليه من شوية بعد كده هتضغط على كده على طول الروبوت بيبدأ يشتغل والموقع بيشتغل ويجيب لك الارباح بتاعتك هتلاقي زي ما نشايف قدامك زيرو بوينت تمانية يعني هيديك زيرو بوينت تمانية يوميا من اه اه الربح بتاع الموقع اه يعني كده الربح بتاعك الاجمالي في خلال اليوم ده هتاخد تمانية تمانين سنت من الموقع. طبعا كل ما غيرت الخطة او كل ما كبرت الخطة كل ما الربح بتاعك زاد. ممكن تحط الف دولار او ممكن تحط ميت دولار هتلاقي الربح بتاعك زاد. زي ما قلت لك ممكن نغير اللغة زي ما نشايف قدامك خلي اللغة عربية وارجع لك تاني علشان تشوف آآ آآ ان الخطة اشتغلت. هتبدأ ترجع تاني زي ما نشايف قدامك بيه هي بيقول لك ده دخل التداول آآ تمانين سنت يعني هيتخل لي تمانين سنت من الخطة دي. طبعا تقدر تختار الخطة اللي انت عايزها والاداع بنفس الطريقة. بس ده كان شرح بسيط عن الموقع وشرح سريع. ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات تانية اثبات سحب وارباح اكبر من كده بكتير. لو الفيديو عجبكو لو الموقع عجبكو قلولي في الكومنتات وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية عنه واثباتات اكتر عن الموقع. ولكن اهم حاجة تفتكر ان اي استثمار هتعمله هيكون على مسؤوليتك الشخصية لان ده في الاخر موقع استثمار ومش بتاعي فما اقدرش اضمنه لك. انا زي زيك بحط الفلوس بتاعتي او بستثمر الفلوس بتاعتي فاذا الموقع افل فهيكون افل علي وهيكون افل عليك وهيكون افل على ناس كتير. ولكن انا بعرف امتا اخش وامتا اخرج. فبالتالي انت تخش دلوقتي وتبدأ تشتغل بخطة استثمار قليلة يعني مسلا اعلى حاجة ممكن تشتغل بها هي الخمستاشر يوم وتخلص الخمستاشر يوم بتاعك وتخرج على طول. وانا افضل انك تشتغل في خطة اليوم بس احسن بكتير علشان تاخد فلوسك على طول مرة واحدة وما تخليش فلوسك في الموقع ده فترة كبيرة او اي موقع استثمار بشكل عام. بس كده وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى اكون افلتك لو معلومة صغيرة تنساش تبع على اللايك بتاعك لو اه استفدت من الفيديو ده ولو الفيديو عجبك. والشير هيهمني جدا نخلي الفيديو من تشير اكتر. دي كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.